ما فينا نحكي عن عاصي بدون ما نحكي عن فيروز اثنيناتهم واحد فيروز هيو عم تحكي عن عاصي نسة حالها الناس حبسوها بالأداشة بالصوت يلي رسم خريطة لبنان الروحية لزمن طويل ونشو المرأة يلي منها الصوت منها نطورة الانفاتيح وعطر الليل كيف بدك يكون فيه أحلى منها مرة وهي حملة روحها عوجها وشو بدك يكون أحلى من هيك وجه بيشبه هيك صوت سريعة البديهة عند حسب النكتة عجيب اذا حبكت معها النكتة بتضحك بنضحك لننسى انه في وقت تاني وفي زمن غير هذا الزمان إذا كان صوتها ملك الناس بس هي مش ملك الناس في ناس كتار حشريجين مفكرين حالهم إلو حق إلو حق يمدوا إيدهم حياة الفنانين الكبار الشخصية الفنانين الكبار يلي أوطانهم بتنشهر بأساميهم بس تقول فيروز كأنك عم تقول لبنان وينما كان عاصي ما حدا بيقدر يعطي شهادة بعاصي ما حدا بيقدر يعطي شهادة بحد عظيم مثل عاصي الكبار فينا بس نقرأ مسيرتهم خاصة إذا كان لنا الحص الكبير إننا نكون بعصرهم وعشرناهم عشرة عمر هاي النعمة يعطاني إياها الله أني كون مجرى حياتهم كون مسافر أول ما أجي على المطار على البكادهلي على المسرح الغنائي الفيروزي يلي ما بقى يتكرر بتاريخ لبنان هي تغني وأنا أصرخ الله الله يعرف عاصي أني وصلت ومرات كتير يكون مقطوع ببلاد غريبة يبعت يجيبني ويقول لي مش بعد حب مش بعد أكل هوا لأنه كان يعرف أنه كانت نزوة عندي مش الحب اللي بيضوي عتمة الروح لأنه عاصي عاشق عظيم ما حب إلا فيروز ليش في مرة تانية فيها معاني قد فيروز من وقتل كانت بالكورس بالإزاعة اللبنانية بالاستراحة قالها بتاخديني وبقوا سوى لآخر العمر إذا شي ليلي نام بيباداره بالمكتب لسبب غريب كان دغري تلفن يقول لها نهاد يعني مثل كأنه عم يقول الله يقطع الزعل هو قال لي هاي كان مليان في فيروز عاصي عاصي العاشق يلي كان يغار من نسمة إذا مرتح وليها عاصي بالشام أيام ما بتنتسى تخلص المسرحية المغنيات بمعرض دمشق الدولي ونحنا نميل عفندق الشرق حد محطة الحجاز في يوم في ليلي من الليلي ما بتنتسى عبدالوهاب وفيروج وعاصي وأنا كنت معه عبدالوهاب كان إذا طلع بإيده يغسل الهواء بيغسل الهواء مش بس لفواكه إذا شي بدوا يقرأ يقربوا عويناته لحتى يلزق فيهم أيامها كانت سكن الليل لحن عبدالوهاب ويقول له لعاصي الله يا عاصي الله إيه ده مدهش كانت حاجة فنية عجيبة نحن عم نشرب وفيروز قدامها النينة بقين أنا أناشد الحكومة السورية أن تحافظ عفندق الشرق وتسمي قطينهم بأساميهم ويعملوا متحف عاصي وفيروز ليزوروهم عشاء الزمان اللي انكتب بأساميهم شو بدي يقول لك كنا ننزل من الأرز أيام هلو الملك هلو الملك فت على المكتب هو كان يلحن على البزق هو على البزق طال معه لالا يا بلالا أنا اسمي هلو وننزل من الأرز بعد ما صارت هلو الملك فيروز على المسرح ننزل عقوتين لشباط وكان عبد لهاب طلع فيني عبد لهاب قال لي من يجيب الكلام الهايل ده أنت عاصي تجيب الموسيقى من نبع تاني حسبي يا الله شو بدي زكار ترجمة نانسي قنقر